زي الحال سلام عليكم معكم كثيرا سارة أحمد واليوم بالحقيقة أنا جاية أواصل كلامي في موضوع العلاقات الإنسانية والموضوع ده مهم لأنه نحن ببساطة يعني مخلوقات اجتماعية جدا وطوال حياتنا يمكن من أهم المهارات اللي مفروض نتعلمها إنه نحن كيف نكون علاقات مع الآخرين وأنا في حلقة سابقة تكلمت عن أنواع علاقات هي شنو علاقات أسرية أو علاقات صداقة علاقات رومانسية وعلاقات في العمل وكل هذه العلاقات عندها أشياء أساسية بتربطة كلمت عن الثلاثة أشياء الأساسية اللي بأعتقد أنها أهم أساسيات العلاقات مهما كان نوعا وقلت إنه هي الثقة والإحترام والسلامة أو الأمان safety trust and respect طيب طبعا بكل أنا يعلم أنه الثلاثة أحاجات الأساسية اللي أنا قلتها دي ما موجودة في كل العلاقات وأنا في ويتشات نظري إنه إذا إن عدمت واحدة من الثلاثة أساسيات دي العلاقة بتدخل في تعريف آخر اللي هو بنسميه علاقة مضطربة يعني علاقة مثلا ما فيها ثقة بين الناس دي علاقة مضطربة علاقة ما فيها أمان بين الناس أو بين الطرفين دي علاقة مضطربة وكذلك الاحترام إذا ما فيه احترام بين الطرفين دي علاقة مضطربة فيبقى الناس تحاول قدر الإمكان إنها تعلم نفسها إنها تحافظ على الثلاثة أساسيات دي في علاقاتها عموماً يعني مهما كانوا على علاقة طيب أنا اليوم جاي أناقش معاكم إنه 200 نحن بنتعلم نكون علاقات مع الآخرين أو قدرتنا المهارة دي المهارة بتاعة التكوين العلاقات دي بتتكوى 200 هذه القدرة في الحقيقة أساسيات أو البدايات بتاعة التكوين بيحصل بمجرد ولادة الطفل الأطفال حديثي الولادة عندهم غريزة بتدفعهم إنهم يبحثوا عن الآخرين يبحثوا عن التواصل يبحثوا عن علاقات مع شخص يعتني بيهم ويرعاه ودي حاجة مغروزة فيهم وده طبعاً من رحمة ربنا وحكمته لأنه هذا الطفل عند الولادة بالذات الطفل البشر يعني في ثديات أخرى أطفالة بعد ما يتولدوا بشوية كده قادرين إنهم يقوم على حينهم يمشوا ويفتشوا اللكل ويفتشوا المماء يفتشوا كده في حاجات يعني حيوانات أخرى قادرة على ذلك ولكن مشنا كمخلوقات بشرية أطفالنا لا حول لهم ولا قوم يعتمد في إنه هو حيعيش ولا ما حيعيش مية في المية على عناية شخص آخر يبقى من البداية إنه لازم يكون مستعد أو يبحث عن علاقة مع شخص آخر والشخص الآخر ده عادة هو الشخص اللي هيقوم برعايته والعناية به وتربيته وكده فنحن حنسميه الراعي أو المربي في كثير من الأحيان أو الغالبية الأحيان هذا الراعي أو المربي اللي بتكون على اتصال أو على علاقة بالطفل عند الولادة هو الأم وشوية شوية في ناس تاني بيدخلوا في هذا النوع من التواصل مع الطفل ولكن الأم هي تعتبر عادة أول اتصال بين هذا الطفل المولود والعالم الخارجي طيب المعلومة دي مهمة في شنو إنه الأطفال أو الحاجة لا حول لهم ولا غوة بيعتمدوا على الراعي أو المربي وهم مغروزين على إنه يكونوا علاقات مع هذا الراعي تكون علاقات طيبة بحيث تضمن إنهم يفضلوا أحياء بكل بساطة كده يعني طيب ده معناته إنه نحن منذ الساعة الأولى بعد الولادة أي حاجة حنعمل لهذا الطفل المولود وGoing forward يعني مذا مشوفي في حياته يعني أي حاجة حنعمل عندها عواقب عندها عواقب وهذه العواقب طويلة المدى أنت لما تكون أو أنت أنت لما تكوني أنا حقول أنت لأنه هنا الأمهات هم أكثر علاقة وأقوى علاقة مع الأطفال بالذات الصغار دي ولكن أنا بقصد أي راعي ومربي أحيانا الأمهات الشخص آخر بيقوم بالمهمة ولكن أنت بمجرد ما ولدت هذا الطفل خلاص هذا الطفل دي الوقت نسميه time zero اللي هو ساعة الصفر من ساعة الصفر دي لحد بقية حياته أي حاجة حتحصل في هذه الطفولة الباكرة حتأثر في نفسياته بقية الحياة وأنا هنا في اللحظة دي ما حتكلم عن الحالة النفسية عموما أنا حتكلم عن قدرة الأطفال على تكوين علاقات صحية القدرة دي المهارة دي بيكتسبها من يوم نمر واحد أو اليوم الصفري أو الساعة الصفر طيب بس تعريفات بسيطة أول حاجة الحب الشديد والعلاقة القوية اللي بتتكون من الأم تجاه طفلها دي حاجة تقريبا غريزية لكن بتحصل نتيجة لتفاعلات هرمونية ويعني عصبية في المخ وفي النفسية بتاعتنا بتؤدي إلى تكوين هذه العلاقة إن الطفل الأم تحب طفلها حب شديد هذا الحب بنسميه بوندين ودي علاقة غريزية somehow أو بتتكون نتيجة لتفاعلات غريزية طيب العلاقة اللي حيكون الطفل مع الأم هي الخلفية بتاعتها غريزية باعتبار أن الطفل لم يشتاج إنه يعمل علاقة قوية مع أنت الشخص اللي حيربيه ويعتني به وكذا ودي بنسميها attachment attachment دي معناها تعلق أو ترابط وهذا التعلق أو الترابط بيعتمد على الطريقة اللي عملت بيها أمه attachment ده أو الترابط ده هو في الحقيقة برضو علاقة عاطفية من الطفل تجاه أمه وغريزة الأمومة اللي نحن نسميها غريزة الأمومة أو الترابط الحب الأم لأطفال ده بنسميه bonding اللي هو ده من الأم والأب تجاه الأبناء والبنات فدي نوعين من العلاقات ودي كما داري لاوصية الأم يتحيب أطفال دي ما حاجة يعني دائرة التعلم ولكن كيفية الطفل يرتبط بيكي دي فيها تعلم دي فيها تعلم وهذه العلاقة العاطفية ممكن تأخذ أشكال صحية وأشكال مضطربة على حسب الطفل ده انتو عملت له شنو منذ الولادة وفي الطفولة الباكرة يعني والمعلومة التانية عن هذا النوع من الرابط أو التعلق أو الترابط إنه دي هتستمر بقية عمره وده هيكون الستايل بتاعه في التعامل مع الآخرين في تنكوين العلاقات بقية حياته هي ما حاجة سابتة ممكن معالجة إذا فيها اضطراب يعني ما حاجة مختمة في حجر ولكن غالبية الناس ما بيبحثوا عن حل إذا عندهم اضطراب فيها وبيستمروا في أنواع العلاقات السلبية اللي هيكونوا بقية حياته فيبقى أهمية هذا الموضوع موضوع نوعية الترابط اللي إن إحنا بنزرعه داخل أبنائنا ده موضوع مهم جدا ببساطة لأنه بقية حياة هذا الطفل أو هذا الإنسان هيكون بينظر للعالم ويرتبط ويتفاعل مع العالم عبر هذا المنظر اللي أنت دلوقتي بتكوني فيه وهذا الرابط بينه وبين العالم هو هيكون شكله كده زي كأنه أنت بتفتي لبيح في حبل بالمناسبة الحبل ده هو الرابط اللي بيربط بينكم فهذا الحبل نوعه نوعه أنتوا بتحددوه نوع جيد متين كويس وقادر على مجابهة كل الحاجات اللي بيجيه ولا حبل حاجة كده رخوة تدفرتك وتدفرزع وغير صحية مضطربة داي جماعة بيورينا أهمية نحن بنعمل في شنو لأطفال بيورينا نحن أهمية وجودنا في حياة الأطفال شنو أهم زول لهذا الطفل المولود هو الراعي اللي حيرعاه طيب الراعي ده ها الطفل داير بينه شنو طفل دا بيحتاج لشنو الاحتياجات أنواع فيه احتياجات أساسية زي احتياجات التغذية والنظافة والاهتمام كده يعني الاحتياجات الزيدي الاحتياجات بتاعة الرعاية زي كان وانت يعني بتأكله يشربوه ويكرعوه وينظفوه لما يعني يتبرز وهكذا ينظفوه يعني فدي احتياجات أساسية ها ولكن بما أنه نحن بشر والبشر داير مخلوقات معقدة جدا والتعقيد بتاعة مش في تركيب البيولوجي مش في التركيب الجسدي التعقيد هنا نحن معقدين لأنه عندنا مخ معقد ومخ فيه دهاليز وممرات وغرف ومجالات نحن لسه ما عارفين زهته شنو لحد داست ما عارفين فالتعقيد هو تعقيد نفسي وعقلي وفكري وكده وعاطفي فإبقى إذا أنت تعاملت مع هذا الطفل على أساس أنه بس يكون يأكل ويشرب ويكون نظيف دا ما زي زي أي خروف مثلا خروف ما برضو دي احتياجات الخروف أو احتياجات البجرة أو احتياجات الحصان لكلها احتياجات أساسية بالنسبة لحيوانات راغية أخرى كثيرة ولكن نحن عندنا احتياجات أكثر تتناسب مع تعقيدة أو مع تركيب تركيبة مخنا المعقدة دي تركيبة نفسيتنا المعقدة أوكي واللي هي دي احتياجات الحب وال أفكشن الحب وإظهار العواطف وكده دي الحاجات اللي نحن بنغذبها عواطف أطفالنا ونديهم الاحتياج اللي هم احتياج الراحة الطفل مثلا لما يبكي ممكن يكون ماكله شاربه نظيفه وكل حاجة يعني من ناحية عناية جسدية هو كويس يعني لكن مثلا نقول السيد بيه مقلقه وبيبكي وبتاعه هناك محتاج مننا حب وقرب الأم لما تشير طفلها وتخدته في كتفها كده القرب ده مهم شفت الهيومان كونكشن بتاع سكين في سكين أو حزبة ضربات قلب ومي وحزبة نفسها والحاجات دي دي حاجات مهمة بالنسبة لتطور الطفل النفسي الطفل يحتاج إلى ذلك يحتاج إلى هذا القرب والتقارب والتواصل مع الشخص اللي بيعتني به ودل بيقو العلاقة بينه دل بيقو الترابط بينه مكي طيب تاني شنو الاحتياجات غير الاحتياجات العاطفية للحب والحنان والتبادل العاطفة وللقرب الجسدي وكده في احتياجات أخرى اللي هي احتياج للتعلم واحد ممكن يقول لي تعلم عليك الله عمره كم شهر يا تعلم ما هو الطفل اللي بمناس وبيطلع زي الكامبس اللي هي البرسم فيها دي لوحة بيضة بيضة أوكي هذه اللوحة نحن بنرسم فيها اللي هي دي الموخ أنا ما بتكلم عن جسده بالمناسبة ما إنجاز إنه تطلع لك ولد أو بيت يكون مثلا جسديا تماما تماما أكلوا أكل صحي واعتنين بهم وعملنا الجدول بتاع اللي عندنا مفروض بعد كم ساعة يأكلوا بعد كم ساعة يستحموا بعد كم ساعة ما بعرف يشرب شنو ومفروض إنه نغير له الساعة كده والساعة كده يعني في أمها very particular about الحكاية ولكن ما في أي نوع من التفاعل الآخر لا بيرفعوه طفل لا بيلعبوا معاه لا بيهزهزوه لا بيكلموا معاه لا بيغنوا ليه النوع ده ده جزء من التعلم النوع ده من التواصل جزء من التعلم لأن الحاجات ده اشتياج برضو غريزي عند الأطفال اللي هي الاستكشاف استكشاف العالم الاستكشاف ده ده طريقة بيتعلموا بها الطفل شهرين ما هتودي المدرسين ولكن بعين من الناس الحول ده اللي بتعلم منهم بيستكشف والله صوت أمي ما بعرف لما غنت لي هنا اوه اتكلمت معاي والله شام ريحة معينة لما تشيل نكده بحيس بي ما بعرف شنو ده ده جزء من الاستكشاف والتعلم بتاع هذا الطفل وكل ما يكبر وكل ما زادت حواسه بيقيت أكتر حدة ويقدر يشوف كويس ويقدر يجيف ويقدر ما بعرف يسمع شنو ويقدر يميز الاصوات ويقدر يميز الاشكال ويقدر كل ما زادت قدرته على الاستكشاف وكل ما زادت الرغبة في الاستكشاف الاستكشاف ده جزء مهم جدا من التعلم تعلم الأشياء والتركيبة النفسية بتتأثر ب نحن أدينا فرصة قدر شنو لهذا الاستكشاف يعني نحن عندنا بالنسبة ودي حاجة شائعة جدا في الشرق الأوسط المناسبة الطفل الكويس هو الطفل القاعد نظيف ما بيعمل إزعاج وقاعد بيحضر في التلفزيون ولا قاعد بيلعب لي في لعبة أو قاعد بيعين للناس كده ده الطفل المؤدب الويس ما في حاجة يسمع كده ما في حاجة يسمع طفل مؤدب 18 شهر مثلا طفل مؤدب وما مؤدب يعرفنا كيف نحن الفريق هنا إنه في بعض الآباء والأمهات بيسمحوا لأولادهم إنه يعملوا الحاجات اللي طالما هي في حدود الأمن يعني وحدود الأمان يعني ما حاجة ذأذيهم إنهم يطلعوا بحرية يسألوا ويستكشفوا ويهبشوا الحاجات وياكلوا ويستدعموا ويطلعوا وينزلوا ويتوسخوا تنوع من الاستكشاف وكل ما أديناهم حرية أكبر لهذا الاستكشاف كل ما يتعلموا أكتر كل ما كانت ثقتهم في نفسهم أكبر كل ما كانت قدرتهم إنهم يكونوا ناس عقول منفتحة في المستقبل للحاجات الجديدة والحاجات اللي فيها فضول واللي فيها إنجاز واللي فيها نجاح ومغامرة وكذا كل ما كانت أكتر وذي حاجات كلها إيجابي كلها إيجابي عكس الطفل اللي هو محدد جدا حركته ما تكسره ما تطمعه ما تأتي وستخدر دمك الحاج ما بعرف إيش ده ده الطفل أول حاجة هيكون إنسان متردد إنسان ما عنده ثقة في نفسه وما عنده انفتاح لأنه يلعب مع التانين أو يتواصل مع التانين أو يعني هيكون إنسان شوية دي الطريقة نحن بنطلعبان الناس البرفكشنست والحاجات الناس الريجد دي الطريقة دي بتاعك لازم يكون تكون نظيف وما تعمل كده والهنين وده بس سريرك وده بس كرسيك وده بس ما بعرفش التحديد ده لا الريجد ده الريجد ده ده جزء من إحتياجات الأطفال ودي الطريقة اللي بيتواصلوا بها مع العالم دي كده تواصل عملي فإبقى نصيحة لكل الرعاء والمربيين والآباء والأمهات خلوا أدوا الأطفال حرية أنا عارفة في عالم العيشة المدنية أننا في هذه العيشة المدينة دي الحكاية دي قد يكون فيها صعوبة ولكن حاولوا قدر الإمكان تدوهم فرصة إنهم يستكشفوا وده أنه دي الطريقة اللي حيتعلموا بها ده جزء من التعلم الجزء الآخر من التعلم هو بيعين لك إنت هو بيعين لك إنت تعلموا منكم لأنه في عندنا بالمناسبة أعصاب في المه اسمها Mirror Neurons أعصاب المرأة Mirror الميرور ده اللي هو زي ما أنت تعمل هو عمل زيق شافك عصبي ومتنرفز وزهياء من الدنيا دي حيكون حياخد نفس التمبرمنت بتاعك ده وهيتعامل مع الدنيا دي كده شافك إنسانة مبتهجة وبتاعة نقطة وظريفة وبتحبيهم وبتحبي تلعب معهم وبتحبي ما بعرف شنو تعاملك مع الآخرين تعامل جميل وإنتي إنسانة يعني إنسانة رائعة هو حياخد نفس التمبرمنت برضه لأنه بيحاكي فيك يعني أو بيحاكي فيك طفل بيحاكي دي طريقة أخرى للتعلم فيبقى هو يستكشف بنفسه يشوفنا نحن بنعمل في شنو يحاكينا حتى في طريقة تعبيرنا النفسي المناسبة الأطفال بيأخذوا الحكاية دي من أبهاتهم ومهاتهم بعدين ممكن نتكلم معهم لما يكبروا شوية ويفهموا الكلام نتكلم الكلام برضه ده نوع من التعليم يعني اللعب في ألعاب وكده بتنمي المواهب بتاعت الأطفال وبتعلمهم حاجات وكده يعني فالتعلم جزء كبير جدا منه هو حكاية الاستكشاف دي وده موضوع مهم نخلي الأطفال نديوا حريتهم فيه يعني يبقى دي الاحتياجات الاحتياج للتعلم والاستكشاف الاحتياج للحنان والقرب من الناس والتقرب منهم والاحتياج بالأمان والاحساس ده والاحساس ب انه انت موجود احساس الأمان بالمناسبة بي جي بي انه انت تكون موجود لما الطفل احتاجك وانه انت وجود الطفل ماي بالنسبة لك حاجة سلبية بش يا ولد انا بقى فاضي لك ما بعرف شنو أنا ما عندي شغلة غيركم انا علمكم انا علم استذري عن الكلام ده ولكن الطريقة بتاعت انه توروهم انه هم عمل لكم مشكلة وجودهم ده عبارة عن مشكلة في حياتكم يعني احنا ما فاضي لهم عندنا حاجات تانية اهمة منكم دي اسوأ حاجة ممكن تعملوا على العطفل يعني الطفل مش هنا ناس كبار بنفهم انه والله ما ممكن هي تكون مثلا دائرة ولد تضرب وتقع فيه حيط مثلا دعوة دي لكن الولد قدراته العقلية محدودة ما بيفهم انه كلامك ده ما مقلب سعد قاصدريه كده بيفهم انه انت قاصدار وانا شوفوا ميدي بتكرهني كيف دائرة الحياطة تقع فيني مثلا او دائرة يضربني يمصاقع يعني الحاجات دي لما تتكرروا يكون دا الاتيتيود بتاع انه انا عندي مثلا مشاشة بجبنة مع فلانة دي اهملي من انه اقعد اتكلم معاك والألعب معاك ولا اسوقك معاي ولا نجحي بيجاي ولا نعمل اكتيفيتي مع بعض اهملي انه انا اكون مع النسوان الحلة وانه اهملي انه دا كلام ما كويس يا جماعة يا جماعة وروا اطفالكم دير انهما اهم حاجة في الدنيا اوكي وانه انا حبي لكم دا غير محدود وما يكون يعني الوعاء اللي ينصب فيه وغضبنا وزعلنا من الدنيا دي 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 يعني دي اكتر هايمدمرة لنفسيات الاطفال وهما زي ما قلت لكم نحنا بنتعامل مع لوحة بيضة نحنا بنكتب فيها وبنرسم فيها فنوعية الالوان ونوعية الرسومات الانت هترسم دي بتعتمد على الاحداث اليومية اللي بتحصل حول الطفل دا يعني تبتكروا انه انا حابتدي اربيه بعد ما يبقوا عمره سنتين نعم في كلام زي دا تصرفاتك اليومية وطريقة تعاملك اليومية مع اطفالك بتحدد علاقة هؤلاء الاطفال ونظرتهم للدنيا ونفسياتهم وقدرتهم على انهم يكونوا ناس مرنين وقدرتهم على التعلم والنجاح وقدرتهم على انهم يكونوا ناس سعيدين و دي حاجات يعني طيب نرجع لموضوعنا فدي الاحتياجات الدائرة للطفل من المربي بتاعه او من الرائع بتاعه اللي يكون في غالب الاحيان بيكون الان طيب اذا الطفل عمل علاقة او تكون عنده قدرة على يعني تكوين علاقات سليمة او ترابط سليم مع الاخرين اللي نسميه الاتاتشمنت اللي نسميه التعلق الآمن ساكيور اتاتشمنت دا الصحي والساكيور اتاتشمنت دا لما الطفل يكبر او بيتكون بي او الحاجة العلاقة بينه بين امه يكون فيها امان والام دي تكون مصدر بتاع راحة ومصدر بتاع احساس بالراحة وإحساس بالحنان وفي علاقة قوية عاطفية بينه دي واحدة دا واحد من الهناي انه هي موجودة بمعنى اشنو انا لما احتاج اكل انا لما احتاج اتنظف موجودة انا لما احتاج لها بلقاء الحاجة دي مهمة برضو في تكوين العلاقات بين الناس او بين الطفل والرعاة بتاع انه يعني الرعي بتاع بعدين يدو فرصة انه تيسبلور تيستكشف يتعلم لما يتكلم ويسأل اسئلة بلقاء اجابات بلقاء ناس willing او عندهم الرغبة انه يتكلم معاو ويرد عليه وده بيعلم انه يكون عنده ثقة في نفسه انه ما يخاف ويكون متردد ويسأل ويناغش والحياة دي بتقالي انها تجيب الصدفة بتجيب الشغل الزي دا تجيب هذا الشغل طيب اه ابقى دي 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 العلاقة الترابط الامن دا بينتج من هذا النوع من العلاقات طيب في انواع اخرى من الترابط اللي هي مثلا الترابط واحد اسمه avoidant attachment اللي هو الواحد اللي بيحاول يتجنب الاخرين علاقة فيها تجنب الزلم ما داير علاقات مع الناس التاني او يعني عنده زي نوع من عدم التواصل العاطفي مع اللي حوله وده بينتج عادة من العلاقات الجافة والجامدة بين الطفل وال المربين بتاعينه او امه او كده يعني الام لو كانت ام ما تظهر كثير من العاطفة تجاه ابنها يعني او بنتها مثلا ما بتشيل ما بتكلم معاه العلاقة بينهم علاقة عملية كده ايو وقت اللاكل جاء وقت الشراب جاء وقت النظافة جاء يا ولد هدومك هدي يا ولد نحن بتاع هدي كمشي اقرأ هدي النوع بيبحث عن انه يكون في اي علاقة عاطفية بين و بين الاخرين فبتلقوا كده يعني بارد شوي في تاني نوع من النوع الترابط اللي من سميها الانش الانش دي الناس يفتقدوا للحنا وكذا ويفتقدوا ولكن هم عوزين علاقات عاطفية مع الاخرين عوزين يعملوا علاقات مع الناس عوزين عوزين ما بعرف الناس يتكلموا معهم ويحبوهم وكذا فبيبحثوا عن علاقات مع الاخرين ولكن عندهم تردد وعندهم عدم قدرة على انه يثقوا في الاخرين لأن امهم اول راعي بتاعهم ما اداهم الاحساس بانه هو او ما اداهم الثقة دي الثقة بتاعة انا موجودة اذا احتكتني انا موجودة انا مصدر بتاع الراحة بتاعك انا مصدر بتاع الثقة بتحتك انا اذا احتكتني بتلقاني وانا بحبك الكرام ده ما حصل وبالتالي يبقى عنده عدم الثقة في ان الاخرين فعلا ممكن يحبوه وهو ممكن يحبهم وان العلاقة دي هتستمر وان ما هي خلوه حاجات تفكير ازاي دا فيبقى هذه الاشكال من التواصل هتستمر دي يكون الشكل بتاع التواصل بتاع هذا الطفل مع العالم بقية فده بيورينا اهمية اهمية هذا الامر يا جماعة اهمية نحن بنعمل اطفالنا كيف والكلامات اللي نحن بنقول فيها دي بنكرر الابت تعلم من امها تجي تعمل لأولاد دي دي مفروض نغير وبالمناسبة من الحاجات الملاحظة في اطفال السودانية حاجات الملاحظة انهم يعني عندهم زي خجولين او تمد كده ما دائما تلقى الواحد قاعد كده وخط يده في اصبعه في خشمه وتسأله السؤال ما بعرف شنو ما في ال الانفتاح بتاع الاطفال اللي هو موجود فيهم اصلا نحن لو ما كتمناهم الاطفال دي الممفتحين ودارين يتكلم ودارين يكوركو ودارين يغنو ودارين ما في الخجل والخوف والهناية ده دي حاجات نحن بنصنع فيهم دي حاجة شائعة جدا في اطفال السودانية وده دليل علي ودارين ونحن ونحن في حاجة غلط نعمل فيه ونحن ونحن مفروض الكلام ده يعني حيات زي دي فدي بتخلق النور ده من النفسيات الموضوع ده موضوع كبير وانا حواصل اتكلم فيه تاني بخصوص الترابط بالذات وحفصل اكتر ولكن هاكتفي السح في اللحظة دي بهذا القدر واشكركم جدا يعني ارجو يا جماعي ان الناس تشترك في الغناء عشان نقدر نواصل في هذه المناقشات وهذه الحلقات شكرا لكم